بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في المحاضرة السادسة في دور التصميم الإضاءة معاكم أشهر سمدان النهاردة هنتكلم عن المصابيح الهالوجين أو الهالوجين لانت طبعاً المصابيح الهالوجين لهها استخدامات وتطبيقات كثيرة جداً عايزين نشوف إيه هي تطبيقات المصابيح الهالوجين واستخداماتها تستخدم في إمارة تنسيق المواقع رقم واحد باستخدمها في إمارة تنسيق المواقع رقم اثنين باستخدمها في إمارة المعارض والمحلات تستخدمها في إمارة المعارض والمحلات رقم ثلاثة باستخدمها في إمارة الصور واللوحات الفنية المصابيح الهالوجين باستخدمها في إمارة المجسمات رقم خمسة في الإمارة المنزلية في بعض التطبيقات وليست الإمارة الداخلية في الإمارة الغطسة تحت الماء باستخدم الهالوجين لام ببقى أنا باستخدم الهالوجين لام تنسيق المواقع في الاندسكيب والكلام ده بقدر استخدمها في المعارض والمحلات باستخدمها في إنارة المجسمات والنوحات الفنية باستخدمها في الإنارة الغدسة تحت المياه من ناحية القدرة الكهربية للمصابيح الهالوجين بي الوات لها قينج كبير بتتفاوت من مصباح إلى آخر فيه منها أشهرها 20 وات و 35 وات و 50 وات و 75 وات و 200 وات و 150 وات و 200 وات و 500 وات تصل إلى 2000 وات في منها نوعين من ناحية الجهد بدأ من ناحية الوات من ناحية الفولت أو الجهد في حالات بتشتغل على الجهد الأساسي للبلد اللي هو 220 أو 110 تمام وده بيبقى لا يحتاج إلى أي محاول بتشتغل على الكهرباء مباشرة وبديد تتنوع من 300 إلى 500 إلى 2000 وات بقيم مختلفة فيه أنواع تانية نسميها كشفات أو لمبات إجدهد المنخفض بتشتغل على 12 فولت تمام بيبقى حجمها صغير مقارنة بالنوع الأساسي وحجم جهاز الإمارة برضو بيكون صغير والعمر الافتراضي بيكون أقوال اللي هي بتشتغل على 12 فولت طب أنواع المصابيح يا شباب المصابيح الهالوجين أنواع المصابيح الهالوجين فيه عند المصباح العادي بينتج عنه دوق في كافة الافتجاهات اللي احنا شايفينه ده ده شكل مصباح الهالوجين ياريت الناس تركز وتحفظ شكل المصباح فيه ناس كتيرة جدا بتشوف شكل لمبات وبتبقاش عارفة من الشكل إن ده مصباح إيه ده شكل المصباح الهالوجين العادي طبعا فيه نوع مصباح هالوجين هذه النجاح والهالوجين اللي بتعمل على الانواع دي وفيه الانواع التي تعمل على إنه ثم تشتغل على 220 عندي المصباح هنا في نهاية north هذا الفاس يأخذ ll d e تمام؟ هنشوف الرموز دي معنى ودي ايه معناها ايه؟ في مصباح حالوجين بنهاية واحدة هنا النهاء دي هاي اللي بتركب في الكشاف cho's Craig كبام او المصباح حالوجين في نهاية واحدة زي ده برضو بيركب داخل الكشاف مع حدوده العاكس بابقى برضو ورقم اتنين و تلاتين مثلا وقوتي 8 وانبدا يشوف الكلام ده معناه ايه؟ في مصباح الحالوجين بعد عاكس هو اصلا نصباح بعد عاكس زي quienes كو بار تمانية وتلاتين والكو بار تلاتين. هنبدأ نشوف الرموي دي معناها ايه? في المصابيح الهالوجين بستغلت في عندي مصباح هالوجين بنهاية واحدة ابني هنا في نهاية واحدة بنفس الشكل اهو تمام? بس الكلام بتاعت الجهود بتختلف. في مصباح هالوجين زو عاكس تمام? اللي هو في منه ورقم وفي منه ورقم وفي منه ورقم وفي منه exile. الـQR1 existe qui heute quf1 هو الشكل ده. واحدそうそう هو الشكل الثاني. نبدأ تفسير الـQR والكلام. هنا ضمن allí. الجزء الاول او القسم الاول القسم الثاني الرقم. الجزء الاول الخاص بالـQR للجدول الاولان والجزء الثاني للجدول الثاني. الـQR اللي هو خاص بالجزء الاول. كيو يا شباب مركز معي بش مهندس. الكيو معناها يبقى اول حرف من كوارتز يبقى هو ايه? كيو. طيب الحرف التاني بعد الكيو يبقى يا اما ار يا اما في. لانا في عندي كيو ار وفي عندي كيو تي يا بش مهندس. مركز معي الكيو تي معناها يعني مصباح امبوبي او المسابيح الامبوبية. والار يعني مصباح وز ريفلكتور يعني مصباح زو عاكس. انا في عندي كيو كوارتز ريفلكتور كوارتز كمان? طب الحرفون التانيين دول بيعبروني عن ايه قالك دولك يا اما حروف يا اما حروف يا اما ارقام يا شباب. يا اما حروف يا بيبقى ايه? ارقام. كمان? لو حروف الدي اي زي الكشاف اللي احنا شفناه كان فيه كشاف هناك كيو تي او كيو تي كوارتز تي كوارتز تي كوبر دي اي طيب دي اي دي معناها ايه? مصابيح زو نهايتين دبل اند يعني يا شباب. طيب والسي بي مصباح له زو بارد. تمام? كيرسل الحرارة لاعلى. طيب السي بي سي بات حرف السي هنا. ده ساي اللي فات. ولكن في ايه? العاكس مغطى من الاسفل بزجاج. ان هو في عندي سي بي وفي عندي سي بي سي. كلام مهم جدا جدا طيب لو او يبقى انا بشوف دي بتعبر عن تمام? قطر المصباح بالملي متر. يعني لو اتناشر تبقى المصباح له قطر اتناشر ملي خمسة وتلاتين يبقى خمسة وتلاتين ملي واحد وخمسين واحد وخمسين ملي. مية وحداشر يعني مية وحداشر ملي. يعني احنا لو رحنا هنا مسلا كيو ار مية وحداشر. تعال نفسرها يا مش مهندس. تعال نفسرها. كيو كوارتز ار رفلكتور مية وحداشر. القطر الخاص بالمصباح مية وحداشر ملي متر. تمام? برافو يا هندسة. هنبدأ نشوف ايه هي او المحاسن والمساوئ الخاصة به المصابيح المزايا والعيوب الخاصة بمصابيح الهالوجين. مصابيح الهالوجين فيها خاصة مهمة جدا. لها اكبر تأثير. اللي هي بتاعها بيصل الى مية في المية. يعني كأنه بيدي لك ضوء ريب جدا في اظهار اللون من ضوء الشمس. الطفل اللوني برضو ريب من الطفل اللوني لضوء الشمس. لونها اصفر دافئ يعني بتديني وورم ويت خلي بالك الوورم ويت الناس في المحاضرة السابقة الوورم الوورم ويت يا شباب ادي الوورم ويت اللي هو من الفين سبعمية لثلاث تلاف كيلفن. تمام? بتديني وورم ويت. طبعا تعتبر بوينت سورس او منابع نقاطية. ليه اصلا بقول بوينت سورس عشان اشوف خاصية البريق اللي خدناها في المحاضرة اللي فاتت. زي الاماكن زي اللي فيها مسلا مجوهرات او معادل عايز الغرع تديني طريق على هذه المكونات. اه منتازة في الانارة المركزة مصابيح الهالوجين حجمها صغير. اقدر تحكم في حزن الجوء الخاصة بيها. جهاز الانارة طبعا جهاز صغير جدا مقارنة به باقي الاجهزة. بقدر اعمل عليها دايمين او ديمين اللي هي خاصية الاعتام. بقدر اغير الليفل بتاع الجواء من صفر المية في المية. سعرها رخيص طبعا بمقارنة باي مصابيح اخرى. عيوبها ان اليومان اللي بيطلع منها صغير التلائية العشرين اليومان مثلا. لا يمكن استخدامها في الانارات العامة في الاتفاع الكبير لان تدقيق وتدفق الضوء بيبقى باليومان بتاعها الصغير. تمام؟ عمرها قصير لا تعدى الست الاف ساعة. وبالتالي احنا قلنا ايه هي مزايا مصابيح الهالوجين وعيوب المصابيح الخاصة بالهالوجين. تاني في المحاضرة السادسة هنتكلم عن مصابيح الهالوجين بالتفصيل بتستخدم في اين؟ مصابيح بتستخدم بتنور على المتين وعشرين مباشرة مصابيح بتنور على ال الانواع المختلفة من مصابيح الهالوجين اللي بتشتغل على الشبكة اللي هي المزايا والعيوب لمصابيح الهالوجين وبكده نكون خلصنا المحاضرة السادسة واللي بتتكلم عن مصابيح الهالوجين وان شاء الله نشوفكم في محاضرات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة